السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سهيف مقطع جديد من ماينيكرافت اليوم لقتلكم قرية جدا اسطورية هادا القرية بتصنعلك اور جديد وهذا الاور منقدر نسوي منه دروع جديدة عسبيل المثال نسوينا شسبليت هلمت بوت راح يكون بالدروع هاي فيه ميزات جدا حلوة راح نشوفها ونستكشفها مع بعض زائد راح نقدر نسوي كمان سيف من الاور الجديد هادا فعشان هيك بدنا نروح ننطلق على القرية هاي ونجيب الاور الجديد وننصنا للدروع بعدين بدنا نروح ونقاتل التنين الجليدي والتنين هاد راح يكون جدا اسطوري شو اسطوري صيب لا باش اسطوري هو هو بس انه قوي بس يعني انا اسطورة يعني اكيد راح اجلده فعشان هيك تابع المقطع وستمتع طبعا اشي اكيد ونستيحكي لكم اياه طري هاي فيه انتها مساعدات تقدم لنا اياه عشان نقدر نسوي للدروع هاي لانه بدونها فعليا بدي حوالي 7 ساعات اشان نسوي للدروع هاي بدي منكم تسمعوني كتير منيح احنا حاليا 294 الف مشترك والتاريخ حاليا 18 الفين وعشرين اللي بدي اياه بكل اختصار من 18 ل 10 اتناش يكون الوصلين 300 الف مشترك فعشان هيك اي واحد بشوف المقطع حاليا باش مشترك بتمنى انه يشترك بتنورنا وبتشرف بالقناة وبردو خلينا نوصل ب6 ساعات 20 الف لايك بدنا نضرب هيك رقم كياس جديد 6 ساعات 20 الف لايك يعني ازا انت مش حط لايك انزه هلا احط لايك نقول بسم الله وخلينا اول اشي بدي اجيبه اللي هو الخشب عشان اسويلي تورج اسويلي سيف ونتبح الارون غولم عشان نقدر نجيب بكاكس ايرون وبعدها نروح نجيب الدامد ليش الدامد بنحتاجه راح نحتاجه بشغلة جدا مهمة كما شوية راح برجكم اياها ليش احنا بنحتاج الدامد خلينا بس نحلل هدول اول اشي بحتاج اسوي له السيف هاده الجميل نيجي عند الارون غولم هاده الجميل جدا الرهيب اللازم نجلده وبتمنى انه ما يضربني اخر حلقات صير يضربني واعلم علي بعرفش ليش بس نحكي ان شاء الله يعني الايام هاي خلص يعني احنا اسطير يلا برجيني اوتك برجيني اوتك اضرب اضرب نازل اتعلم علي باخر حلقات هالمرة ما بتقدر تلمسني يا معفن شكرا حبيبي عن موتك الجميلة موت جميلة بموت اعطايا ثلاث حبات ايرون المعفن كان مفروض يعطينا اكتر كنت متمنى يعطيني خمسة عشان نسويلي هوس صراحة وعد اكسر فيها الويد اهلين ايرون غولم تاني نجي ونكبح ونجيب هو ايرون الاشياء كنت متمنى رح يصير سلام عليكم مرحبا كيف حالك شو اخبارك انا كنت بفكر الصراحة بالثلاثة ايرون اصويلي بيكاكس واكسر حجر واعمل هو من الحجر بس هلا اذا في عنا ايرون لا ما سويلنا هو ايرون عشان نقدر نكسر الهلبيل بشكل جدا سريع تمزحوا صح والله ايه بتمزحوا ثلاثة ايرون غولم بالقرية ايش فيه والله مش طبيعيين ماينيكرافت واحد ستاش اربعة ايش فيه ولا شكله الايرون غولم سيرسمن بشكل جدا كبير الله يشتر واحد سبعتاش ايش رح يصير هل ممكن ايه يصير رسمنه خمسة وستة مع بعض والله بصيبة لا بتمزح معي صح انكسر علي البكاكس انكسر بكاكس انكسر انكسر اجياء اجياء اللي بعفف خليها سويلي سيفة بسرعة سوينا بك سريع سلام عليكم شوف شوف يا صديقه شوف اسمع كلامي وصلي عن نبي يرى ما يلمسنا يا السلام هيك راوغ راوغ يا النوب يا الايزي تنهارت يا النوب هلأ منقدر نسوينا هو ومنقدر نسوينا بكت ماي كمان يا ابو القوة والسرعة والجمال هذا المساعدات اللي راح نتقدمنا اياها هاد القرية بكل اختصار انه هون لما نيجي نكسل هيلبيل وبعد ما نكسره راح نشوف اشي جدا رهيب وهذا الاشي اللي هو النظر رائت طبعا النظر رائت هادا رح نستفيد منه وننسوو منه لدروع الجديدة بس ماش من النظر رائت هاد النظر رائت هاد لما نجيبه راح نحلله يصير عنا انقت صح بعد ما يصير عنا انقت المفروض انه نيجي عند بيت الحداد هادجميل ونيجي ونزيت حبة النظر رائت في اللافة بعد ما نزيتها باللافة راح تيجينا هون بهذا الشكل بيصير اسمها فاير نظر رايت انقت يعني بهذا الطريقة راح تتحول نظر رايت لفاير نظر رايت إنك تعالي تصير نظر رايت نارية لماذا نظر رايت نارية ان راح يصير انه نسوي لدروع الجميلة تاعتنا بس بنحتاج كمية كبيرة فعشان هيك في عنا هون من القرية هاي مساعدات جدا حلوة فأنا بدي حاليا أشوف الكاف أنزله أحاول أجيب لي دايمد بس اللي بحتاجة جماعة ثلاث حبات دايمد أكتر من هيك ما بحتاجت صراحة حبيبي إيش وضعك أنت شكل هذا بموته برسم الأول جديد بسرعة يا حبيبي صار فيه أربعة والله أربعة فيه هاد أكتر كرية بيجي فيها أيرون غولم فعليا أكتر كرية بسجل فيها وبيجي أيرون غولم فيها تعال تعال لو قلنا خليني أجل دو والصراحة ممكن يسويلي أكس أيرون أتوقع بسويلي أكس أيرون لأنه التولي الوحيدة بس موجودة عندي اللي هي الأكس الأيرون وسويلي كمان شيلد هيك الشيلد جاهز وعننا أكس أيرون برضو جيبه برضو جاهز طبعا عنا هادا المكان بنقدر نسوي فيه دروع يسايف أدرا يحكون كلام تاني فخلينا نروح بسرعة ونجيب لنا الدايمون عشان يجي نكسر نظرات ونسوي الدايمون بشكل جدا سريع ونحكي إن شاء الله نقدر نجيب الدايمون بسرعة ما يكون الدايمون متخبي ومش راح نقدر نطلعه حبيبي كراوي لو سمحت بعد هيك ماحتاج شوائد خشب لأن الخشب اللي عندي تقريبا نخلصه أنا كامل وهي دي أصوي فيها كرافتنج تابل جديدة حطه هون نحلل الهيل بيل هادا ونسوي لنا خبز استاك خبز ما أتوكر راح يكفف خلينا أسوي لي كمان زيادة شوي وكمان منحتاج هيل بيل عشان نتقاد مع القراويين نسوي لنا بوء وأرز ونتقاد معهم نجيب منهم أرز كمان شوفوا إش لقيت بالبيت هاد البيت هاد جدا غريب يا شماعة أغرب بيت بالحياة بيت جدا غريب فيه جولد وفيه كمان أبسيديان وغير هذا كله إذا منطلع ومنيجي هون البوابة بترسمها من شكل عشوائي ومرسم إنه هون إشي جدا جدا غريب فيه عنده هون فلنتاندستيل وفيه عنده هون قطعة درع فهم نحتاجها هاي ليش لأ جيب لنا درع بداية وهذا كمان الهيل بيل بدي أجامعه هذا راح تقادم مع القراويين فيه أتوقع عشان نجيب لنا إمرالد وبعدها نجيب البو والأرز هلأ المفروض إنه لقينا كهف والكهف عطول برحب فيك يا صاحب بقولك أهلا وسهلا فيك اتفضل انزل تحت وجيب الدمد واطلع بس نحكي إن شاء الله ثلاث حبات ما يكون أقل من ثلاث حبات اطلع لحبة وحبتين هون جدا مصيب لأنه نطور عمرتين عدائمك فيه صوت زومبي فيه صوت زومبي صوت زومبي وينه؟ بلا صوت زومبي أنزل تحت حفر بس نحكي إن شاء الله ما نقع بلافا سأقونا بلافا جي جي فعليا راح نموت سلام عليكم فيه هون جولد وآيرون وفي لافا المفروض يعني بقوله إنه يعني يكون فيه دايمود المفروض بس شكله ما فيه دايمود هون فعشان هيك نسح بعد مكان هذا ارتفاع حاليا 14 يعني المفروض إذا نزلنا كمان شوي المفروض إنه لقينا دايمود المفروض يعني يا مانيك رفتا حلوة اليوم يعني أول ما دخلنا العالم فيه آيرون جولام براسبة مشكل جدا كبير وراسبلنا أربع باش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هذا رقم كياس بالآيرون جولام بالصراحة براسب لي لما شفت الآيرون جولام ما حكيت ما تكلمت شفتوني ما تكلمت ما قلت صاهم ما شاء الله حظك مبين حلو الحلقة هاي بس بالكف ليه يا كه حظم عفن الشكل اللي لازم آجي من هون وعدت شعب وإن شاء الله نلاقي دايموند ونقول بسم الله ويلا تشعبه ارتفاع 11 أتوقع رح نلاقي هون دايموند ولننزل كمان ارتفاع انزلت ارتفاع 9 إن شاء الله يكون ارتفاع 9 كتير ممتاز ونلاقينا دايموند دعواتكم يا جماعة وفيه هون لافا حبيبي اوه مدخل جديد هدا يا رب مدخل جديد حط هذه هون يا رب مدخل جديد ويكون فيه دايموند لو 3 حبات بديش أكتر 3 حبات كنت أحكي حبي لا بديش حبة يا صهايب بدك 3 حبات يا صهايب عشان تأخذ النظرات وبعدها تسوي لدروع بس إنه ما فيه دايموند هون الله ياخدكم يا معافنين وبرضه هون فيه لافا بس مليون بالمية ما فيه دايموند أكيد يعني حصوا صهايب اليوم ما شاء الله نار وشرار أهلا وسهلا أهلين أهلين أخيرا قديش قديش ثلاثة أربعة خمس حبات دايموند ممكن أكتر زودوها شوي يعني كمان شوي أسكو توي صهايب نزل لك رافتنج وسوي لك عطول بيكاكس دايموند وكمان معنى حبتين زيادة إكسترا هدول إيش رح نسوي فيهم رح نخليهم ما بعرف إذا رح تحتاج الدامد لأدام فخليهم هدول عنا مش رح نسوي فيهم ولا إشي بس هلأ بدأ أجي هون ودأ جميل شوية أبسيديون لما بتعرف أنت القرية فيها بوابة نذر مراسبنة فهم نحتاج إنه نصلحها زائد منحتاج كم حبة أبسيديون عشان نقدر نرسبن بوابة داخل النذر ونرجع على العالم العادي بشكل جدا سريع صار فيندي تحت كمية أبسيديون كبيرة ما عارف إليه صاروا بس محتاج تقريبا أبو 13 حبة 14 حبة أتوقع 14 بكفونا أتوقع حامدلله 14 حبة ممتاز نمشي هلأ ونطلع على المكان إجينا منه عليك ريبر رح حفيكم يا جماعة الخير قعد عالي بلا كريبر رح حفيكم بلا بشكل ريبر رح فيكم كنا راح نموت فيجري بعيد عننا ايه والله يرضى عليك مش لاقسناها بلا يارب ألاق الفتحة اللي نزلت منها بطلع هيك بشكل جدا سهل ما بعد أحفر بقعد بس أحط بلوكات يا سلام هايها ممتاز نطلع لفوق هلأ اللحظة الكل بستناها إنه نسوي لدروع فعشان هيك بدي أروح وكسر النذر رايت ونحلله بعدين انحوله لدروع النذر رايت الناري أو النذر رايت الناري عشان تشوف كيف شكله راح يكون يارب ما تواجهني ولا عقبة بطريقه هلا وانا سوي لدروع هاي لسه ما تكلمت لم يحفن هات لم يحفن الله ستر منيوح ما تباحني كان روي حبيبي والله إذا نام لما صلحته وما صلحتك إنه نام حبيب قلبي إنت سنقل بيوت ما شيكت عليها وكمان آيرون قلم قديش هاد رقم خمسة ولا ستة أنا ناس بطلط أفعد من كتر الآيرون قلم وكمان واحد هون واحد ما شاء الله مااخد وظيفة حداد والتاني مااخد وظيفة كشك إيش حبيبي شو بتبيع عندك يمكن عشان القرية كبيرة برسمة اثنين مع بعض وثلاثة غريب إشي جدا غريب أنا جيت هون على المكان هادا عشان إشي واحد إنه فيه بالشاست هادا اثنين فلينت الاثنين فلينت هاي بحتاجهم الصراحة إنه يسوي لي فلينتشيك تابل رجع لي الكرافتنج تبعتي أمل ما تقاهد معهم المفروض إنه ليسيون كسر النظر رايت بسرعة لأنه النظر رايت بطور زي أكنه أبسيدين فعليا بطور النظر رايت لا يتكسر جامعة الخير مش طبيعي قدي بحتاج بحتاج تقريبا أربع بلوكات أتوقع أربع بلوكات رح تكون كفاية البلوكات هادول زيادة إكسترا مش رح أحتاجهم هادول إذا منحللهم رح يجيني 36 حبة 36 حبة هادول كفاية هلا خلايا نروح ونحولهم هلا المفروض إنه أجي هون وأزدتم هون المفروض يصير إنه يجوني متحولين المفروض يجي متحولين ويا سلام تعالوا اللي جاي اتحول اسمهم هلا وصار فاير نظر رايت انجت يا سلام هادا الإشي اللي بنحتاجه هلا نروح ونسوي لدروح كل علينا نسوي نسوي بهذا الشكل شس بليت نظر رايت وبتطور علينا وصار فاير بروتكشن آيفي براكنك ثري وماشاء الله ومبروك عليك سهي بالدرع الأول هادا ستة معفن ارمي بعدها المفروض نسوي لنا سروال وبعد السروال نحتاج هلمت وكمان بوت يا سلام عطون قلب الصهيب عطون ما بتفاهب الهلمت عليها فيير بروتكشن آيفي معه ثورنس اكس ايش القوة هاي وبريكن هاي شي اكيد وهذا فيير وبريكن فيير وبريكن وهذا كمان فيير والسويل سبيد والسويل السبيد اللي هي هاي التطوير الجديدة ومعه فيذر فولنك آيفي اذا ركزتم موضوع لدروح عشان لدروح نارية كأنه محمل من النار معطيتها تورات عليها فيير بروتكشن فهذا اشي جدا حلو هلا بحتاج كمان شغلي الشغلي ايش هي يا جماعة الخير نسوينا كمان سيف السيف نجيبه واش راي يعطيني راي عطيني فيير ناثر رايت شور عليه فيير اس بكتو ايش اكيد عشانه ناري وعليه لوتينك ثري راي سهل عليها تشميع عيون وبلز هلا وعننا كمان عليه شارب نزفلي وابريكن هذا زيتم عفن وباقي ناثر رايت هذا ما بحتاجه هلا المفروض شو نسوي يا جماعة نتقايد مع القرويين لانه اذا رحت من هون اتوقع اذا طلعت من بوابة تانية اهلين عين موجودة عين هون شكرا حبيبي شكرا عالدبحة خايف الصراح اذا رصبنت بوابة جيدة داخل النذر وطلعت منها يوديني بعيد عن القرية وما بدي هذا الاشي يصير فعشان هيك خليه من هلا اتقايد مع القرويين اجيب منهم امرويد واجيب منهم الاروز والبو بحتاج اتوقع بس تسعة لو طلعلي اقل مش مشكلة ما عندي مشكلة تسعة حبات امرويد لا بأس في ذلك خليني ااجي هلا ونشوفي لنا قروي جميل جدا مثل هذا وناخد منه اروز بشكل جدا كبير شوفيه هون هيل بيل خليني ااخده واتقايد مع القروي الوراي ان شاء الله بتقايد بالهيل بيل ما بتقايد باشي تاني يكون بوتيتو او جزر بتمنى هاد الاشي نيجي هون ونشوفه بوتيتو لمعفر خلايا نرجع لحبيبنا هاداك اللي بياخد مني هيل بيل وبيعطيني امرويد شكرا يا حبيبي والله انك انت اسطورة وفنام تعرف هذا الكلام صار معي ستاكير ونص اروز المفروض هلا هذا يتطور ويصير بيع لبو بحبتين صح يا سلام بو بحبتين هيك جاهزين ادروعي جاهزة سيف جاهز بو جاهز والارو جاهز هلا ضايل علينا بس انجيبيننا عيون وبلس عيون وبلس اليوم ما شاء الله كأنه احنا اغنياء يعني مناكل من افضل اكل موجود في اللعبة ما شاء الله فيه تمبل تمبلين والله تمبلين شو هسيد هذا الجميل جدا الاسطوري والله انه سيد ارهب منه مفيش هاي المفروض نكسلها لما كانها نبش مزبوط لازم نحولها لأوبسيديان وهادي هون وهادي هون وهادي هون وهادي هون وتقريبا نحتاج لنا حبة أوبسيديان عشان نستعر على البوابة بنحتاج عشرة حبات أوبسيديان عشان هيك نقسني حبة خلينا أخدها وبعدها أروح على النذر عشان إذا بدأ أرسمها بوابة بالنذر أقدر أرسمها بكل راحة ونقول بسم الله والانطلاق يا رب رسباونا حلو يا رب رسباونا حلو يعلم بايا رسباونا معفن ورانا البويم الأسود وما اليوم بالمئة ما فيه أي شيء غات خلينا أروح بالاتجاهات لقيت القلعة بس تصدقوا القلعة مش بعيدة كثير كانت قريبة إلى حد ما أبا يا سلام يا سلام صحيم كان راح يموت والله كنت نحط بلوك يا كي يعني زي كنا حركات محترف بس الاحتراف ما بزبط معي أنا شكل صراحة ما بعرف إذا فرجتكم مشكلة دروع بس شكل دروع جدا رهيبة هلأ نروع على القرية بلا دروع بلا أهم هلأ أصوهاي بخلينا هلأ نجبلنا بليز وبعد للبليز نتفاهم مع الاندرمن وإذا ما لقيت يعني بويم أزرق يمكن أرجع العلم العادي وقعد أتبح الاندرمن بالعلم العادي لأنه إذا بتركزه كان فيه على السيف لوتنج ثري فهذا الإشي جدا حلو يعني من إذا نجبلنا عيون بشكل جدا سهل يعني باختصار إذا منتبح لنا الله يأخذك ولا 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 إيش فيه مسرعه خليه تكمل كلامي إذا منتبح واحد اندرمن احتمالك بين أن نزلنا عيون لو الإشياء الإشياء لازم بنزلنا عيون لأنه إحنا معنا لوتنج ثري طيب ابلعي معفن وابلع 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 أنا معاي فير أو لا معاي فير الاندرمن بوشلت من الفير إذا اتدمج وكان عليه فير يا ليل يا ليل شفت كيف اثنين من البلايز يعطوني 6 عصي يعني 2 بلايز 6 عصي كمان إسبونر هوني حلوين تعالوا لي تعالوا لي جاي تعالوا شوف كما واحد مرصبن هون ماشاء الله موت موت وانت كمان موت هدا صار معي صار معي 18 عصاي هيك أتوقع زيادة وأوفر يعني هلأ أبدأ أشوف هو فيلسف ايّ باهم أسرع وشكله ما فيه خالص هيك أبدأ أرجع العالم العادي وان شاء الله يكون الدينياليل عشان إن شاء الله نحكي يكون في مرصبن إندرمن القدير والأندرمن قائمة أتبحهم نحك إن شاء الله يا صهايب يا ذكي يا صهايب لا تستعجل يا رب الدينياليل يا رب الدينياليل يا سلام الدينياليل اندرمانات اندرمانات أينكم؟ شوف هأدول كرهيين عنا هون إندرمن بس هذا المشكل الاندرمان راح يشرد اول ما اضربه نحكي ان شاء الله ما يشرد يا رب ما يشرد يا رب ما يعمل تي بي ايوه حلو صار معاي خمسة عيون شفتوا كيف واحد اعطاني اربع عيون هلأ نحكي ان شاء الله بحنا كمان ثلاثة اربعة ونحكي فول اوبشن يكون وضعنا ولأقولكم ايش رأيكم منحول هدول ونحن ندور على الاند واحنا مندور لا صهي بشت انتم مع بعض واحدة شفتوا الاستعجال راحت علينا عين هيك بس عشان صحيب مستعجل واحنا نمشي وندور على الاند نحكي ان شاء الله يكون في اندرمان بطريقنا ونقعد ندبح هيك من سهل حالنا ووقت جدا كبير خف علينا انتوية يعني بعد ما وصلت هون شوفوا اتنين رسبنولي هون تعالولي تعالول هيك هاب عيونكم الجميلة هادي وانت كمان تعالي يا رب يجوني يا رب يا رب يجوني ايوه اجا 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 ابلع يام عفن ترسبن ابعيد عني ليش لا لو لو ما بدي هذا الاشي يصير بدي احاول ادمجه بالاكس بعدين ادمحه بالسيف ايوه هلأ بالسيف ابلع قدي عطاني معاي عندين هلأ طيب بسيطة بسيطة تصار معي ستة ياي اوف اندر يعني ما شاء الله ليلة كاملة اتنين اندرمان لقينا فيهم ايش فيه تعالي يا حبيبي اشبعك وحب اشبعك دلأ تعال هلان بس ادمجه بالاكس كم ضربة هيك يا نعم كريبر والله يعني والله جلدتك كتير خلص يعني ايوه قدي صار معي يهو انا كل شوية ثلاثة عيون ثلاثة عيون بس يعني اتناش انشاء الله يكون بالبوابة فيه كمان عيين محطوطة قبل شوية زتت العين ومشت بهذا الاتجاه خلينا اكمل طريقي ونشوف المفروض الاند تكون تحتي هلأ وضايل معي 11 عيين وفي معي كمان بليز والصراحة ما فيه اندرمان حاليا فخليني هلأ انزل واشوف اذا فيه بالبوابة عيون ولا لا اذا ما فيه بالبوابة عيون راح اصويه بكل اختصار انا ارجع فوق واجمع لي كمان عيون اندرمان او ممكن نلاقي داخل الاند فيه شستات والشستات هاي احتمال يكون فيها اندربيل ونحكي انشاء الله تكون البوابة فيها عيون ما نقعد نضطر ندور على الشستات او نشوف النا اندرمانات هدول 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 بقرفوا الواحد طف هدول صراحين شو بسووا هدول لما تضربهم بيعودوا ينادوا بعض يا عبدون ما تلمس الحجر بيعودوا يراسملوا شفتوا يا عمي هدول بس بنادوا بعض بيفزعوا له بعض يا حبايب قلبي خلاص ارف خلاص ما شالله البوابة هون وعادين بنادوني عليها كينين والله يا بنأذر منكم يا حبايب قلبي بأذر بأذر منكم كتير لا تنام لا تنام لا تنام لا تنام خلينا نشوف اذا فيه عيون اول فيه عينتين حلو اذا حطينا هيك خلاص البوابة جاهزة ممتاز وعننا عين زيادة هاي زيت تمام نحتاج ها نقول بسم الله وانطلق اصوهاي فلا نعمل درج عشان اذا لا سمح الله متنا نعف نرجع سلام عليكم تنين جليدي اخبارك حتى الكريستال مغير شكلهم من تنين جليدي هاي ارمي على هاي الكريستال هاي بس هالنفس التنين كمان متغير نعم انتوا اياي نعم ايش بتكبت الله يا جماعة يا ريتني جبتلي بامكن هيت موت بس موت ولكن نعم نعم يا معفن موت ايوه ايك احترق موت ايوه هذا فجرناه وفي عنا كمان واحد غاد غريبة ما طلع منه افك عاد فجرته يهوه ايش فيه احوال ايوه ايم ولك ايم يا سلام شوف هذا كمان شوفوا هذا التنين يعني موجود هون مألو فائدة اني قاعد ادمج فيه لانه الابراج موجودة ضايل عنا برج اخير اتوقع له هذا اتوقع بعده ما فيه هلا بتفاهم مك تعال يلا تفاهم مك تعال تعال هلا اتفاهم مك يلا كسرنا الابراج تنين هلا تنين تعال لاب معك ازاهم والله ضايل البرجين يا جماعة ضايل البرجين ضايل برج هذا اللي هون وضايل البرج تانى لكن دعيني ادمجه يمكن ما ياخد من هدول هيل بسم الله يا رب يتمج كتير لا يلحق أياخد هيل يا معاف ان اندرمن ولاي مش يوقتك والله ليس وقتك اندرمن ضايل البرج هدا ما بهيل قاعد بهايل خلص الابراج كلهم متفجرين حاليا هو ما بهيل يعني ولا برج ضايل والله على التنين اوه مش اوه طلع معفن هذا طلع فاشل والله يا جماعة فاشل طلع تعال تعال يا فاشل يا فاشل بما انه عنا على الهلمة هورنس يعني احتمال اذا ضربنا يموت فكرة صح؟ اخليه يدبح نفسه ايش رأيكم بالموضوع اتوقع اذا ضرب نفسه هو اشي جدا اسطور يلا اضربني اضرب 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 كمان ضربك تعال تعال جاي كمان ضرب يلا لو سمحت اي وقت يا سلام والله انك اسطورة وفنان حتى لا يموت شكله رهيب والله التنين منظره جدا رهيب اهلين بالرأس الجليد اهلين والله اندعاس عليك يا حبيب قلبي ابلع ابلع اوك يا جماعة الخير لهون مكونوا بسانهة الحلقة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة كان معكم اخيكم سوهايف نشوفكم بالخلقة في الجاك بامان الا اشتركوا في القناة